سهلاً والله الحمد لله ما تعرف الكل يحرف بزاخو يعني صارت السنة الثانية الحمد لله والشكر يعني أداي جيد وضعيتي الحمد لله مرتاح ممتاز مرتاح بفريق بزاخو أكيد أكيد يعني عبهم لي عبهم الجمهور يعني عدهم أمجد وليدي يعني شو أنا أقل لك مثل الأول عدهم يعني حتى نطلع بالشارع بالله بالملعب فالحمد لله والشكر أصلاً هي الحياة هناكها رياضية والنوس التابع ما عدهم بس رياضة يعني تجي لعب الزاخو يعني الملعب يقبط عتلوا ويا أي نادي ممتاز عجب ما ملتحق بيهم بهذه الفترة والله جازة جيت يومين ثلاثة يومين ورجع إن شاء الله مجازة لو زعل على الاستحقاق المالي لا والله ما أكو لا لا ما عده يشويهم الله شاهد يعني بشكل عام هو النادي يعاني من أزمة مالية أكيد هي أستاذ عائلة نادي هسه كل النادي يعني أقل النادي يعني أجوز عدهم كانيها زيانة كل النادي اصلا بهذا الجانب يعني جاي عانونه هواي يعني انت جاي يشوف يعني الميناء وير الميناء يعني هسه الميناء يتحب بهاي الظروف فهي كيلة عيه بس الميناء ما يعاني من أزمة مالية أكيد 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 زاخو شنو أزمة المالية مثلاً شو مستلمين هذا الموسم انتم زاخو أستاذ علي كلها رواتب بس أنا عقد ودفاع بقية كلها رواتب ويضطون شهر بشهر رواتب شهر بشهر يضطون لا ناس زينة حتى ظاهرة تغيير المدربين بزاخو أثرت على مستوى الفريق في بعض الأحيان انت كابتن فريق شلون تشوف الأجواء بتغيير المدربين والله هو هذا الشي يعني يأثر هو يأثر على اللاعبين لأنه كل ساعة جاية فكر غير فكر غير فكر ذاكي مدرب تعرفوا احنا تلنا ويه الكابتن عبدالوهاب وبالهيل يعني جوز نقدم أجمل مباراة بس توفيق يعني ما كان ما صاف توفيق ايه شلون هايامكم مع عبدالوهاب وبالهيل والله حلو حبيتهو كلاعبين اكيد اكيد الكابتن عبدالوهاب يعني ما ينكره أبدا إنسان نظيف وإنسان يعني بكل المعنى تعبوا ياكم كشغل وتعبوا ايه وايه وايه تمارين واي يعني وايه وايه امم